شايف أداء سموحة في الموسم ده وأحمد سامي طبعا مدير الفن الكابتن سموحة هو أنا أداء في ماتش الأهلي ما كانتش يعني ما كانتش مبسوط بي أنا الأداء ما كانتش عجبني بس هو طلب النتيجة اللي هو عايزة بنت اللي هو أخده ده فرق معاه هصلك تحديد على ماتش الأهلي بس خلينا نتكلم بشكل عام أداء وفي ماتش اسموحة نقول إن إحنا كان بقلنا 25 يوم فراحة وبتاعة والفرق بس أداء وفي ماتش فرق مبارح لأن كنت مبسوط جدا بالأداء والفرق مختلفة عن ماتش الأهلي بكتير ليه حتى الفرق اللي هي عاملة أداء كويس بتيجي قدام الأهلي بتيجي قدام الزمالك الخطة بتتقلب رأسا على عقب وبنبدأ إن هي في الإكلاشي بتاع الأندية المصرية لما بتيجي تلعب قدام الأهلي والزمالك لما بيتم ترصيص اللعيبة خط الدفاع أنا هي مع الخط الوسط على الهجوم في تلت ملعب الفريق يعني ليه الثقافة دي يعني ليه الفكري ده لسه ممجود دي بتبقى مشكلة مدربين مش مشكلة لعيبة مشكلة مدربين أنت مدرب بتلعب طول المطشاد بتاكتك معين بتشكيل معين بتريت لعبه معين أنت بتيجي في ماتش الأهلي أو الزمالك بتحاول أن أنت تلعب دي مشكلة مدرب مش مشكلة لعيبة يعني أنا كلعيب أنت بتديني تعليمات أن أنا نفذ أن أنا هاجم ههاجم أنت بتديني تعليمات أن أنا نفذ هدافة هدافة فدي بتبقى مشكلة أي مدرب مسك أي فرق عايزي لعب الأهلي وطمعان أنه يقضي الثلاثة بونت لأ الجيم قدامك مفتوح هاجم ولعب هم 11 لعيب وهمت 11 لعيب لكن فيه احنا عندنا ثقافة المدربين شوية أن أنا خدت بونت من الأهلي أنا كسبت المطش ودي مشكلة مع مدربين كتير أوه في الدور يعني نوع بالنسبة له أنه لو خد بونت هو كسب خلاص الأهلي بس هو يعني ما عرفش أنت يعني موافق على ده ولا لا أعتقد إحنا في 2023 الفكر ده يعني كان من 20 سنة أو 30 سنة يعني ممكن يكون يتماشى يعني مع البن الثلاثة بتاعت الزمن ده بس إحنا خلاص الكرة اختلفت وتصنعها عبقت يعني مضوع اختلف كلية جزئية تانية أجيال أنا شايف أن موضوع أجيال بتسلم أجيال مدربين كانت بتسلم مدربين بس فيه مدربين لا فيه مدربين بتهاجم وفيه مدربين أنا مبسوط بيها في الدورة المصري ومدربين سنة صغيرة ومدربين كويسين جدا لا فيه مدربين الأهلي بيعجبوني جدا يعني فيه مدربين أنا في الدورة المصري مرنت معاهم ومتمرنتش معاهم زي مين كده كابتن؟ زي الكابتن علي مهر آه يجي مق participarisé اهلي زمالك هو نفس السسم هو نفس الأداة هو نفس النظام نجري فني للمصري آه كابتن أحمد سامي برضو في الفترة اللي أنا كنت فيها في اسموها لا إحنا كنا بنهاجم الأهل وبنهاجم الزمالك وعادي وبنكسب عادي هي برضو بترجع للتشكيل اللي معاك للعيبة اللي معاك بالضبط هتنفت أن أنت تهاجم الأهل وقادر ولا مش هينفق فديه بتتفق على اللعيبة الفريق أصلا محقق أداء كويس فمعنى أنه محقق أداء كويس أن القماشة بتاعته كويس بالضبط كده فليه لما بينقلب قدام الأهلي وزامك بينقلب يعني المنضوع بيرجع مرة أخرى يعني دفاع أنا من وجهة نظري أن أنا شايف أن بالنسبة لأي مدرب خاد بونت من الأهلي وكده كسب المتش فدي بتبقى ثقافة عند المدربين مش هكتر من جال